السلام عليكم تم العثور على السائح الروسي ماركوف سيراكوز البالغ من العمر 12 عاما والذي اختفى اثناء وجوده في المنطقة السياحية حول بالهول والاهرامة تم تحرير محضرا باختفائه وتمت عملية البحث لفترة طويلة تم اقفال المحضر على اختفائه لمكان مجهول وبعد مرور عام واثناء محاولة احد العلماء الاكتشاف المزيد من الاسرار حول الحضارة الفرعونية وبالتحديد ابي الهول فوجئ بوجود صبي صغير امام فتحة المقبرة كاد الرجل ان يفقد صوابه من هول ما وجد وكيف لصبي بهذا العمر ان يكون موجودا هنا وعندما تحدث اليه ادرك ان لغته روسية وفهم انه تائه هنا منذ فترة طويلة بعد اخراجه وسؤاله عن كيف انه عاش كل هذه الفترة ومن اين كان يأكل ويشرب اخبره انه وجد مجموعة من الفاكهة الطازجة الموجودة وبكثرة في غرفة كبيرة كان يأكل منها يوميا وبعد عملية البحث تم التأكد ان هذه الفاكهة موجودة منذ عصر الفراعنة وانهم قاموا بحفظها بطريقة تجعلها تظل طازجة دون ان تفسد الى مدى الحياة شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة